ولكن النهار ده رئيس الكافي الجديد كان بيتكلم أنه أول قرار لي أنه المباريات هتقام بدون جماهير لحد الوقت لسه الموضوع يعني لم يحسم هل ده معناه أنه فعلا المباراة دي مش هيكون فيها جماهير خلاص لو في جماهير والثلاث تلاف شخص دول شايف أنه ده هيبقى ليه تأثير على المباراة أو مجرى المباراة مباراة الأهلي في تاكلاب أنا شايف أنه بشكل عام أي فرقة بتلعب النادي الأهلي أي فرقة بتلعب الناد الأهلي بتعتمد بالشكل الأساسي على الجماهير بتاعتها وبتلعب على الحتة دي لأن دايما حتى لو نرجع بالزكرة من أسبوعين كنا باللعب سيمبل تنزيني هو لعب على النقطة أنه بلعب على 30 ألف متفرج ودي صعب في ظل جائحة كورونا لكن هو لعب عليها لأنه ما عندهمش برضو نفس الإجراءات الاحترازية الموجودة في كل الدول الموجود فيها جائحة كورونا فهو لعب على النقطة دي نقطة حتة الجماهير والجماهير الأفريقية بالذات بيبقى لها برضو طبع خاص طبع خاص في أن أنت برضو بيبقى فيه مثلا ممكن تبقى عادات زي السحر مثلا فيه جماهير بتعمل بعض الإحاة اللي هي ممكن تشغل اللعيب على أن هي سحر لكنها قصة بقى السحر أو مش سحر ده موجود برضو في أفريقيا بشكل كبير لكن نرجع لمرجوعنا حتة برضو الجماهير لها تأثير وهم بيلعبوا على النقطة دي حتة أن أنت ما بقاش مرتاح في حتة أن أنا ألعب في وسط استاد متأفل أو حتى فيه بعض الجماهير وبالذات في الأعداد الكبيرة كلما زاد الأعداد بيبقى لها تأثير أن أنا أقف في ظهر الفريق بتاعي هما بيلعبوا على النقطة دي وطالما بيلعبوا على النقطة دي فأعتقد أنه برضو رئيس الكافي الجديد برضو أنا شفت له التصريح بتاعه هو بيقول من باب العدالة أن كل الفرق تلعب في مستوى واحد فأرجو أن الموضوع يتنفذ فعلا ويبقى ما فيش جماهير لأن دي هتبقى عدالة لك كل إن شاء الله من وجهة نظرك يا كابتن إيه أحسن سيناريو ممكن مسيماني يلعب به المباراة دي أو أكثر يبدأ به المباراة بنتكلم على التشكيل بنتكلم على أنه يبقى فيه ضغط هجومي من الدقيقة الأولى ولا شايف المباراة مفروض يبقى أفضل سيناريو لها إيه من وجهة نظرك أفضل سيناريو لو هتكلم بدماغ مستر مسيماني الأفضل لي أنه يلعب بنفس السيستم اللي هو كان بيلعب به قبل كده شخصية الناد الأهل اللي هم نتكلم عليها ضغط عالي من أول دقيقة بعرض الملعب لكن مش هقدر أقولك أنه برضو ممكن أفتح الموضوع قوي بأنه ضغط عالي لأنه بلعب على نجيل صناعي نجيل صناعي بياخد مجهود اللعيب بياخد من تركيز اللعيب ممكن في خلال برضو يا معلش البدن بتاعي على نجيل طبيعي ممكن أقدر أوزعه على مدار 90 دقيقة لكن في نجيل صناعي لو قدرت ألعب ضغط عالي ممكن في خلال 60 دقيقة بالضبط ويكون خلاص لكن هو لو أنا في احتياج شديد قوي للمباراة ولازم أرجع بالتراتبونت ومن بدري يبقى أنا هلعب هوزع وهقسم المباراة بتاعتي ضغط من أول دقيقة مقدار تلت الأولان من المباراة 30 دقيقة الأول نهاية من المباراة وقدرت أخلص فيهم دول أهم 30 دقيقة اللي أنا أخطف فيهم وده كانت سمة موجودة مع مستر مسماني في دور قبل النهاية في مباراة الوداد وحتى المباراة النهائية قدام نادي الزمالك برضو قدرت نخطف أول خمس دقيقة وأول عشر دقيقة شوفنا إزاي كان الضغط من البداية حتى لما كنا بنلعب الوداد برأ أرضا